عرب رئيس المعهد لوثر ويلر عن قلقه من ارتفاع عرض الإصابات وروفيات الجديدة بألمانيا ودعا ويلر الناس إلى البقاء في المنازل وأكد على أهمية تجنب السفر لأن فيروس كورونا المتحور الموجود حاليا في ألمانيا جاء من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا عبر مسافرين كما قال ويلر على الرغم من أن ألمانيا أكرت فقط 16 إصابة بفيروس كورونا المتحور لا ينبغي تجاهل احتمال الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور فيها ويعتقد ويلر أن الأمر للأغلاق الجاري تنفيذه في جميع الحائل البلاد ليس قويا بما يكفي ومن الضروري تنفيذه لمدة أطول وتشديد إجراءات الوقاية من الوباء